اخر حاجة معايا وده من حصن حظنا لان احنا الحمد للب نحاول قدر ان كان نشتغل بميهنية ونقدم صورة ومعلومة لكل السادة المشاهدين امبارح نتكلمنا وشرحنا على تقنية التسلل وقلنا ان تقنية التسلل بتتحسب ازاي والنقط بتتحط ازاي والخط بيطلع ازاي وامبارح قلت نقطة مهمة جدا بشكر كل الناس اللي كلمتني امبارح واشادت بالفقرة اللي شرحناها بخصوص تقنية التسلل في غرفة الVR لان امبارح بالصدفة حصلت وقعة قريبة جدا من وقعة مباراة الداخلية والاهلي انا امبارح قلت لما الخط الاحمر واللازرع يطلعوا على نفس الخط بدون ما تقرب الصورة عشان تشوف مين فيهم قرب لخط المرمى عشان تحسب الكرة التسلل ولا هدف بتحسب الكرة هدف على طول لان طالما الاحمر واللازرع فوق بعض او قريبين بسنتيمتر بتحسبها هدف ليه بقول كده هنستعرض مع بعض اللعبة الشهيرة مبارح اللي كانت او اللعبة مباراة الداخلية والاهلي وهنا الخط الاحمر واللازرع يعني على مسافة واحدة من خط المرمى لكن هنا اتقل التسلل ماشي طيب نروح لنفس الصورة بس بقى فين في الدوري الاسباني مباراة الساسونة مع برشلونة شايفين الخط اللي قدامكو من هير ما تقرب وتعمل زوم عتلاقي الاحمر واللازرع على خط واحد مش باين لك قوي إلا لما تعمل زوم ولكن بالعين المجردة اللي الاثنين خطوا واحد طيب اللي الاثنين خطوا واحد الكرة تحسبت ايه بقى دي تحسبت هدف لان الايفاب قال لما خط التسلل يكون بالعين المجردة واضح وواحد اللي احمر مع الازرع تحسب هدف لا تعمل فرق سانتي ولا ملي متر ولا الكلام ده بالعين المجردة الكرة هدف ما تحسبهاش تسلل دي تحسبت هدف في الدورة الأسباني وفي مباراة الأهلي ما تحسبتش هدف. ليه احنا بنتكلم في ده؟ لأن الموسم لسه طويل فاعتمنى الفترة الجاية ما يبقاش فيها دقة التسلل بفرق سنتيمتر للنادينا اهو شفنا مثل واقعي في مباراة ساسونة وبرشلونة وده اللي كنا بنتكلم فيه مبارح حصل في الدورة الأسباني والحمد لله احنا بنتكلم صح وهدفنا في النهاية مصلحة التحكيم وكل نادي ياخد حقه لني مش هنسمح تاني يحصل زي اللي حصل في مباراة الأهلي وفرقه